علي يسأل عن حديث الصلاة الصلاة و ما ملكت أيمانكم يريد معناه علي بارك الله فيك هذا الحديث أصلا جاء في سياق قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءت من حديث علي و من حديث كعب ابن مالك و من حديث عائشة و من حديث أم سلمة و هي طويلة فالنبي عليه الصلاة والسلام و هو في أيامه الأخيرة صلوات ربي و السلام عليه كان يوصي و من جملة ذلك أنه أغمي عليه هنيها ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة الصلاة و ما ملكت أيمانكم و الصلاة هنا بالفتح الصلاة الصلاة على الإغراء يعني حافظوا على الصلاة أو أدوا الصلاة أو وصوا بالصلاة أو أقيموا الصلاة و ما ملكت أيمانكم و ملكت أيمانكم لأهل العلم توجيهان في بيان معناهما التوجيه الأول أنه كل من وجب عليك القيام عليهم من النفقة وغير ذلك وكأنك تستعمل يمينك في الإنفاق عليهم وفي تربيتهم وفي غير ذلك وهذا يشمل الزوجة يشمل الأولاد يشمل الخدم في البيت يعني المماليك قصد في الزمن السابق يشمل من وجبت عليك نفقتهم مثلا هذا كله توصيهم في الصلاة ومصداق هذا في قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا وفي قول الله عز وجل يا بني أقم الصلاة والآيات في هذا كثير القول الثاني قالوا لا ملك اليمين هو ذاك الجنس الذي كان في السابق الآن ألغي الرق المقصود المماليك والعبيد والأرقة الذين تحت يد الإنسان فإن الواجب على الإنسان أن يأمرهم بالصلاة وتخصيص هذا النوع من الناس بوصية أوليائهم بالصلاة لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان يطلب من مماليكه وأرقائه وحتى الخدم يطلب منه العمل الدنيوي وربما غفل عن العمل الأخروي فقد يطلب منه عمل شاق وقد يفوت على هذا الإنسان الصلاة فهنا أراد أن ينبه هؤلاء السادة والأولياء على أنهم ينتبهون وأن يعطوا فرصة لهؤلاء الأرقة والمماليك في قضية الصلاة يأمرونهم بالصلاة وطبعا مثل ما ذكرت لكم الرق ألغي من سنوات طويلة وهذا أيضا ينسحب على مسألة الخدم وإن كان الخدم أحرار الآن الموجودين العمال والخدم في البيوت هذا الأحرار مثلنا مثلهم بالضبط مثلنا مثلهم لكنهم أجراء أجراء على نهاية الشهر نعطيهم أجراء هؤلاء أيضا لا نغفل عن أمرهم بالصلاة لأن الأسف الشديد بعض الناس يريد من الخادمة أو العاملة أو الخادم أو العامل يريد من شغل بس ولا إذا جاء وقت الصلاة نسيه لا يقال خلاص الآن اذهب يصلي أنت تقول للخادمة في البيت تقول لها الآن وقت الصلاة روح يصلي ما دام أنها مسلمة تقول للخادم الآن وقت الصلاة صلي وإذا خلصت كمل شغلك هذا هو المعنى بارك الله فيك